عندنا تعليق بيتكلم على العمل في البنوك من حيث ضغط العملة في جالنا تعليق من السعودية اهلا بقى للسعودية اهم شيء صحتك ما عليك من العميل استأذن منه باسلوب حلو يعني مسلا قوله عن اذن خمس دقايق ورجع لك والله بالسعودية نسوي كذا بالاخير انت انسان لك طاقة ولاك حك انك تجدك طاقتك هو السؤال بس طبعا يعني عنينا وراسنا لكن السوبرفايزر او المشرف على حضرتك لو لقاك استاذين خمس دقايق وبعدين تدخل تفصل كده وتعود شوية خمس دقايق وترجع تانية هيكونت عليه ايه النقطة التانية اه لو كل شوية انت بتاخد اذن خمس دقايق وترجع خمس دقايق ولكاونتر او المكان نفسه يعملها هيعض عليه ومدير الفرع هيعلق على الموضوع دي فخلي بالك لا الموضوع غريب في ناس لك انا هروح الطويلت او دورة الماء يفصل هناك ماشي روح يفصل هناك لكن هل كل شوية تحتفظ رايح الطويلت كل شوية فهيبقى منظور له هذا الموضوع فضع ده في الاعتبار زاد مين قال ان الخمس ده دول هما اللي هيجددوا الطاقة في ناس تقطها بتحتاج نص ساعة في ناس تقولك اروح اشرب حاجة سجاير ولا اشرب قهوة عشان اجدد الطاقة بتاعت فاخد ربع ساعة كل شوية فالاصل لانك تخلي بالك من الموضوع ده لانه مسير جدا للعديد جدا من الاشكاليات لكن انا معاكي الانسان لازم لا يحمل نفسه في طاقته ولكن احنا بتبقى الطاقة المطلوبة دي هي الحاجة اللي بكون اه مناسبة لي ويربقى وبين وفاكو اكتبكو لخير بازن الله